السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى اخير تكونوا باتم الصحة والعافية يا ربي بالنسبة للفيديو دي اليوم فهو واحد روتين تحفيزي روتين لي هو كله طاقة ايجابية كله حيوية كانت عندي واحد لا كوموند صراحة واحد لا كوموند اللي هي مميزة ومتعبة في نفس الوقت لان شديتها في واحد الوقت اللي هو صراحة يعني كان شوية مدروك مدروك بزات كان عندي لا كوموند كان اخصني خرجها في اقل من 48 ساعة كان فيها 19 بلاتو يعني رات 19 بلاتو باش تجي تخدميها رماشي سهلة هكذا تحسبيها بالفم سهلة ولكن باش تخدميها صراحة ماشي سهلة لان في غمو انا خدمت في وقت طاقة ديالي ولكن الحمدولي اللي الحمدولي اللي اهم حاجة انني وصلت لا كوموند لمولاتها في الوقت المحدد بالضبط بالنسبة لهاد لا كوموند فا قادي نشاركها معاكم ان شاء الله كلها بالتفصيل الموميل باش بديت وباش يعني الحاجة اللي خليتها هي الاخراء وكيفاش نتضمت الوقت كيفاش خدمت كل حاجة في وقتها باش قدني الوقت وكملت لا كوموند ديالي في الوقت بالضبط المحدد وقادي نشارك معاكم ايضا لبناء التمن باش خرجها لاننا خرجت هدو البراطويت بوح التمن اللي هو رمز يعني اي واحد يقدر ياخد من عندكم هاد الحلوه هادي اه تبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش البنات بلايك ديالكم ما تنسوش لي اول مرة غتزور القناة ديالي تشترك وتفاعل الجارس باش دائما تبقوا توصلوا بهاد الفيديو ديالي وهاد الروتينات ديالي ان شاء الله اول حاجة البنات انا لا كوموند جاتني مع المغرب اني الناس جوا عندي مع المغرب بديت بالحاجة اللي متوفرة عندي في الدار واللي نقدر نخدمها اول حاجة كان عندي لها كوموند فيها السابلي يعني كان عندي فيها 4 شكالات ديال السابلي فبديت بالعجنة ديال السابلي هي اللولى بما ان عندي 19 بلاتو فعجنة واحدة ما غا تكفينش جوج عجنات ما غا يكفينش لهذا درت ثلاثة ديال العجنة تققى واحدة درت ثلاثة ديال العلب ديال المارغارين من فئة 250 جرام درت 6 ديال الكيسان ديال السكر حبيبات مطحون شي شوية درت ثلاثة ديال الزيت النباتية ودرت 12 بيضة لان كلها عجنة فيها 4 بيضات انا هنا درت ثلاثة ديال العجنة يعني درت 12 بيضة بالنسبة لانه كافة انا هنا نكيت بالروح ديال الحامض ما درتش لفاني وما بغيتش نقسم منها كهات ونقسم في الالوان وندير منها وندير منها لان الوقت كان عندي مدروك بزاف في ذلك الشهر لانه يجبني اخدم بسرعة هنا كما قلت لكم درت العجنة ديال السابلي بديت بها يولا خدمتها بالليل حي تاعلية هنا ماشي غري يعني ماشي غري يعني ماشي غري جاتني لكم ونديك ساعة نخدمه ولكن الاحتسالي تشغلي حتى قديت كل شي المسائل ديالي الشي تولي داتي عاد ونط للخدمة مهم هنا يغجنت العجنة ديال السابلي ديالي قسمتها على 4 لانه كما قلت لكم غدي نحتش فيها 4 ديال الشكالات تقريبا دقيق اخذت لي شي 3 كيلو 600 قرام ديال الدقيق المهم بالنسبة للعجنة ديال السابلي سنخليها لكم التحت في صندوق الوصف اللي بغايت ترجع وتشوفها لكن غير بمية ونخفزين قرام ديال الزبدة عجنت العجنة ديالي درتها في الثلاجة درتها في السولوفان البلاستيك غدائي درتها في الثلاجة ترتاح تباتليلها كاملة انا بالنسبة للعجنة ديالي كتغلس لي حتى سيمانة في الثلاجة ما كتطلق لها زيت لحتشي حاجة كتبقى هي هي الثلاجة هنا مباشر البنات فاش نصوب بقاع الاشكال او للموتيف ديال الشكلات اللي غدي نحتاج غدي نحتاج هنا ايه ثلاثة ديال الشكلات غدي نحتاج المربع وهذا الدائري هذا وغاد نحتاج الشكل اللي كيجيب حال الشكل ديال الورقة او بحال شكل ديال السبولة مائلة مهم وجدحيت علي هاد الشكلات هاد الاشتايا كتغبض الوقت ومشي مشكلة يعني ايه وجناها الليولا وخليناها في الثلاجة لا توقع لها حتى شيئا حتى نبغي نزينه بها او نجبدوها ستبقى اطول مدة ممكنة في التلاجة لا توقع لها حتى شيئا حتى شيئا حتى في هذه الشكلات مهمانيا سنكملهم و سنضمو لهم من هذا الليمول هذا اللي عندي و سنضحهم في واحد البلاطويات و نغلفهم بالبلاستيك الغذائي باش يبقوا محافظين على الشكل ديالهم و لا يتندوش الشكلات اللي بنتم اللي تصاوبها بحلقة على هذا الشكل هذا من اللي تصاوبها في هذه الموتيف هذي من اللي تديروها في شيء بواطا او لا تديروها في شيء بلاطو او لا ضروري ما تغلفوها بالبلاستيك الغذائي يعني سولوفان ضروري ضروري جدا ما تخليوش قعملين يدخلها الهواء باش ما تنداش ليكم الشكلات و ما تديرش داك تدير داك ندادية التلاجة هذو مشكلة البنات اللي غادي نحتاج فلاكو موديعلي خدمة المهم الكيميه اللي غا تكفينات قريب ان كنت محتاجة شيء انا درت مية وثلاثين حبة و ما فيها باسي لا تبقى لي شيء حاجة الله ما تبقى لي ولا اخصني هنا اللي بنات في الغد في الصباح نط جبت العجنادي علي كيف ماشتوا معي اللي بنات انا ما كتطلق ليدام لحتشي حاجة فقط خدموه الزبنام زيان مع الزيت في الاول والسكار ارا ما غا تطلقش ليكم نهائيا اليدما بالنسبة للشكلات اللي غادي نخدم بيوم كيف ماشتوا معي غادي نخدم بهذا الشكل الوفار والدائري والموربع و هات الشكل البيضاوي ايضا حتى هو غادي نخدم به بالنسبة للطريقة اللي ممكن كيف تديرو تخدمو الصابلي العجينة ديال الصابلي كترققوها ما بين زوج ديال البلاستيكات و كترققوها شوية لانا الى كنتو غا تلصقوا حبة ما احبة او لو كنتو غا تزينو بدوك اللي موتيف ديال الشكلات كتديرو العجينة ارقيقة بزاف اما الى كنتو غادي تديرو غادي وحدة بوحدتها فتقدرو تخليوها شوية غليضة انا بالنسبة ليه الشكل الدائري والمربع و البيضاوي غادي نرقةهم بزاف لاناني غادي نزينهم بالموتيفات دير الشكلات اما بالنسبة للشكل اللي كيجي او فال او لكيجي بحل شكل ديال العين هاداك غادي نغلضو شوية حيطاش هذا ما غاديش ننصدق واحدة مع واحدة فقط غادي نزينو بشوية ديال الشكلات مع الجن و غادي نزينو بالكوكو مهرمش مهم هنا يا كيف ماشته معايا انا قسمتها على اربعة في الاول يعني جيني داك شي مقاد من الاول كان قادل عجينة ديالي كل طرف ديال العجينة كان صوب بشكل ديال حلوة هذا هو شكل دائري المهم كان وضع العجين ديالي اولا هاد هاد الحلوة ديالي كان وضعها في واحد اللاطة كتدخل الفران اما كتفرشوها بورق ديال الطبغ اولا كتدهنو كتدخل الفران يكون ناقص بزاف النار تكون مهيلة وكتخليوه يطبع لخطر ولكن كتقابله ان هو ما كيبغيش تطيب فوق القياس وما كيبغيش يبقى هكذا كبيض باش مايرطمش مع الموده حاولو الطيبوه بلمهل مي من ايه درت ايضا هاد الشكل المربع ودرت هاد الشكل البيضاوي ايضا بالنسبة لهاد الشكل اللي يجي على شكل العين كيف ماشتوا معي هذا رهجاش شوية غلد حيث شوية غلد على الاخرين حيث اشهده ما غادش لسك حبه ما حبه ما غادش نزينه بالموتيف ديال الشكل سوف يدخلهم الفران وطيب السابلي ديال كله كيف ماشتوا معي كيكون هذا طيب ديال السابلي وكيكون هذا اللون اللي كتطيب عليه ما تحمروش فوق القياس وفي نفس الوقت ما تتخليوها شاكتة كبيض مي من ايه طيبت هنا قاع العجنات اللي عندي كاملين طيبتهم دوك شكيلات اللي عندي ديال السابلي كاملين انتم هالبنات كيف ماشتوا معي 4 ديال الشكيلات كلهم طيبتهم وستفتهم في هاد البوليستر هادا اللي كي حافظ على القرمشة ديال السابلي انا هنا غادي نستفتهم فقط ما غاديش نخليهم مدة طويلة فقط من اللي عشية ان شاء الله باش نزينهم لانا كيما قلت لكم عندي الوقت مدروك بززاف غيوش نوية ما بغيتش نخليها كي ترامفوا في البلاتويات اولا قلت نحتافظ به هنايا في هاد البوليستر هادا باش يحافظ على القرمشة دياله هنا هي البنات خيط سابلي ديالي الفران باقي عندي شاعل ديزت مباشرة باش نحضر واحد الغريبة اللي انا سميتها غريبة باياد الثلج كجي رائع رائع البنات بزف بزف كجي بنينة ولديدة وكتعطي واحد الكيمياء كبيرة انا هنا خرجتلي تقريبا شي مية وخمسة وعشرين حبة فقط 250 جرام ديال الزبدة فقط بالنسبة للمكونات اللي كنحتاج في هاد الغريبة هذي فقط نحتاج فيها 250 جرام ديال الزبدة جوج كيسان ديال الزكار غلاسي سكار طحنه مزيان جوج كيسان ديال الزكار زوج ديال البيضات واحد رشة ديال الملح كيس ديال السكر بينوكهات الفانيليا وكننخدموا المكونات مزيان مزيان مع بعضياتهم واحتأى كان잎نعم العلبة ديال الياغورتس ديال الفانيهم امع الملحان من الحركات اوافي الزكونة قطعوا اِ لديد الكيس ديال الزكار ايضاً بصقة للذك الد Owen كيس واحد فقط من فئة ثمانية جرام و ندير فيها الدقيق على حسب الخالد تقريبا هذه العجنة تأخذ لي ما بين كيلو ومئة جرام حتى الكيلو ومئة وخمسين جرام فقط يعني كتبقى غيها كما بين كيلو ومئة جرام كيلو ومئة وخمسين جرام على حسب الحجم اللي بيضواش كبير او لا صغير ويمكن بقى نزيد الدقيق شوية بشوية العجنة تكون شوية مرخوفة ما تقصوهاش بزاف حلصة بلي كتبقى مرخوفة يعني كتبقى طرية في اليد وكتحرب لها كتبقى على شكل كويرة صغيرة الوزن ديالها ما كيتعداش 10 جرام لانه ما زال غتتنفخ في الفران وما زال غتتتغطس في الشوكولات وغتتدر في الكوك لانه غادي تبان كبيرة فوق القياس الى كبرته الحجم ديال هاد الكويرة هادو ويمكن شكلها كعلى شكل كوريات وكنديرها في الفران طيب ايضا حتي على نار لي كتكون مهيلة كطيبة من الفوق النار تكون تحت منها وكتبطوها من تحت كتبقى شوية اللون مذهب ما تتحمرش بزاف لانه هاد الغريبة هذه خصاصة بقى هادو بيضو ايضا مخطاش تحمر بزاف ولكن في نفس الوقتها تكون طايبة مزيان يبناتي لكن كيهمكم الامر وبغيتو المقادر ديال هاد الغريبة هادي بالضبط في فيديو مستقل خليوها ليلتحت في صندوق الوصف عفوان خليوها ليلتحت في التعاليق وانا ان شاء الله نشاركها معكم بالتفصيل الموميل فهنا المهمة دخلت الغريبة ديالي طابت كيف ماشتو معي كيكون هادو الشكل ديالها كتب بحل هاد شكل هادا ما تحمرهاش بزاف بزاف كيف ماشتو مليدر ناغي واحد الخمارة ما جاتش يعني من فوخه فوق القياس وما جاتش مشققه بزاف والا كرة هكي كتجي كتجي شوية مشققه باش كتشرب ذاك الشكلات وكتجي شيشة بزاف ومرملة كيش فيها واحد لوقو خطير انا ان شاء الله غادي نحاول نشاركها معاكم في القريب العاجل لانا طلبوا عمني بعض الكليانات في هاد في الايام غي ما قدرتش نخدمها ان شاء الله غي غا نخدمها وغا نشاركها معاكم هنا يا موين بعد ما طيبتها مباشرة هنا رباقي مازال ما يلا باقي مازال ما ادنش المغرب رانيات خدامها في نفس النهار اللي خدمت فيه السابلة مباشرة من بعد ما طيبتها خليتها بردت غير شوية وبعد بديت كان زيين فيها كان وضحها في الشكولات الابيض اللي مدوب على حمام مائي الشكولات الابيض ما اضفتها شي حاجة فقط دوبتها على حمام مائي وكن نغطسها مباشرة في الكوك وكن وضحها كدف واحد البلاتو وكن خليها وكي يكون دوت تزيين ديالها هنا يا صفي من بعد ما ساليت على البنات تزيين او لا في نسك الحلوة ديك الغريبة ديال ديال التلج دست هنا يا كان باقي عندي شي شوية الوقت بالليل دست هنا يا باش نفي نصاب ليعينا كنحاول البنات نستغل اي وقيتها كنحاول نستغلها ندير فيها شي حاجة هنا يا من بعد ما كنت ساليت الحلوة ديال الغريبة يعني صفي رجعت لشغالات ديالكوزين انتي رجعت لوجت العشاء الوليداتي وهذا ومن بعد فاش ساليت دزت باش نفيني هاد الصابلي هذا بصراحة كان خدا مني شوية الوقت ديال الفينيسيو لانه كان كانت كمية كبيرة ديال الصابلي را كانت اشغل نقول لكم انا تقريب نشي 600 حباء ديال الصابلي اللي كانت عندي بالنسبة للتزيين خدا مني شوية الوقت كنت صارت معاه في التزيين الوقت اللي هو تقريب نحتقر بقدن الفجر ولكن مشي مشكين اهم حاجة الحمدولي اللي يعني اهم حاجة عندي انني موصل لكوموند ديالي للناس او للكلين ديالي في الوقت المحدد وخانا عرف ندي يعني وخانا عرف ناخد الوقت اللي عندي كامل تاخدولي هاد الحلوه هدي اهم حاجة انني نكون عندي الكلمة سافي هنا كيف مش شو معايا بالنسبة للزيين ديال الصابلي اللي ورا را كنت كان هضرها باين لسقط الموتيف ديال الشكلات مع الصابلي بالنباج او القليكوز او زينت ديال الحفيرة في الواسط بشوية ديال العقيق في الاسفر وبالنسبة اللي هادك الشكل الدائري فكيف مشو معايا ايضا ثقومي ديال الصابلي او القليكوز او تدعي الوسط ولكم احدgeh ما او القليكوز طيب. بالنسبة له هاد Having a crocate وعفوا بالخالط ديال فواكه المعسله مع الم worrying of a crocate ставля激 واضح ذرك نعمر بيهم الوسط ديال حلوه ديال一 의반 Entrepreneursus وضع الموتيف الشوكولات بالاسود في الجنب وضع الكوكاو مهرمش او كوكاو كونكاسي بالنسبة لهذا الكوكاو كونكاسي فانا مصاوبته في الدر اني ما شريتوش ان شاء الله غادي نشاركو معاكم في القريب العاجيل باش تشوفو هكا طريقتي فتحضر كوكاو كونكاسي رساها للبنات نصحكم صاوبوغي في الدر بلا ما تشريو وانا كنت مديرو شوية غالي سوف يمكن ان نقوم بخمصة مرة حتى نكمل قاعدة الكوكاو كونكاسي كما قلت لكم قدرت ما بين 120 حتى 130 حبة بالنسبة لهذا الشكل الاخير اللي قدرتو على الشكل العين هذا البنات زينته من نصف دياله على شكل مائل بالكوكاو كونكاسي دهنتو بشوية ديال الناباجو غليكوز خاليت ما بين الناباجو غليكوز وبالنسبة للنصف التالي اللي كيبقى غطستو في الشكرات الاسود وزينته بشوية ديال العقيق فقط هكا واحد الحبات ديال العقيق باش كي يجيها كده واحد مكاد جيش شكلات بوحدها المهم هادا تزين دياله ساهل بزاف وضغية دغية كي يوجد يعني اهم اهم حاجة ركزت عليها انني نصوب شي حاجة زوينة ولكن في نفس الوقت ما تاخدليش الوقت بزاف باش نسالي بسرعة يعني باش نكمل لها كومون ديالي بسرعة ونخدم شي حاجة اللي تكون زوينة صفي هنا يا موم غادي نكمل هاد الكمية كمية اللي عندي هنا يا ديال تزين كاملة وصفي غادي نخليه حتى للغد ان شاء الله وغادي نكمل دك الشي اللي يبقى علي هنا في الصباح اللي بنات كنت خدمت الفقاس ما قدرتش نشاركه معاكم بالاول لان كانت ديش اغجالية تليفون ما صورتش حاجة حتى طيبته هنا يا صوبت الفقاس بنسبة العجنة اللي خدمت ديال الفقاس را نفسها مشاركها معاكم في القناة غير هنا يا قدرت عشرات البيضات ومشاركها معاكم انا فقط استاد البيضات غادي نترك لكم الرابط دياله لتحت الصندوق الوصف فقاس اللي كي يجي ناجح هذا اللي بنات الفقاس بالكغامل مافيش اللوز لان كما قدرت لكم را البلاتويات انا خرجتن بوحدة تمن اللي هو رمزي لكشي لاش ما ما دخلتش اللوز بزاف هاد البلاتويات هادو دخلت تقريبا غير كاو كاو ولا لوز افيلي في تزين ديال واحد ثابلي مهم هنا يا صفي طيبت الفقاس ديالي كيف ماشتوه خليتو يبرد غا تشوفو ان شاء الله كل شي تحت في صندوق الوصف في الفيديو اللي غادي نتركوه لكم في صندوق الوصف الطريقة ديال الفقاس ناجح بلا ما كيتشقيق بلا احتشي حاجة وكي يجي زوين هشيش ومقرمش في نفس الوقس هدا بالكاراميلة البنات كي يجي بنين بزاف كي يكون مطلوب عندي بزاف من الكليانات ديالي مهم هنا يا صفي كيف مشو معايا بعد ما خليت الفقاس ديالي برد هدا النهار الاخير البنات ديال لا كومود ستخرج مع المغربين ان شاء الله ذاك شي علاش خليت الفقاس وخليت المعلكة هما الاخرين لانهما ما فيهم مش الوقت بزاف يعني ما كي يقبضوش ليد بزاف ذاك شي علاش خليتهم هما التاليين حيت عليا غير حاجة اللي كتقبض ليد بزاف وفيها الخدمة بزاف صفي مهم هنا يا حيت عليا الفقاس درتوه في الفران كي يطب بما ان الفران راه يعني يخد دست هنا يا مباشرة باش نصاوب المعلكة ديال كاوكاو ارا سبق لي وشاركتها معاكم في اخر فيديو نفسها هي اللي شاركتها معاكم صورتها يعني نفس نفس المعلكة اللي خدمتها في هاد كومود هدي هي اللي صورتها معاكم في الفيديو اللي قبل غادي نترك لكم ايضا الرابط ديالول تحت في صندوق الوصف فيها 12 بيضاء ازلافة ديال حبيبات ازلافة ديال زيت النباتية تقريبا 500 ميلي لتر وفيها 4 المعلكة ديال كاوكاو وفيها ايضا كيلو ومص ديال كاوكاو لان هنا حاجتي في كيمية كبيرة كيف ما قلت لكم هاد المعلكة تدير كتر من ثلاثة كيلو ديال المعلكة اللي كتخرجها عبار وكتخرج كتر من 19 بلاتو يعني تقدر تخرج لكم حتى العشرين بلاتو او كثر عاد المهم كيف ما قلت لكم خليتها هي اللي اخرى ان حتى المعلكة شحل ما كانت تطرياو جديدة شحل ما كانت جيزوية تدخل فوصة البلاتويات من الاحسن تصاوبوها جديدة باش تبقى هكذا طريا مهم صافي كيف ماشي معايا صاوبة المعلكة عجنت هادزت باش نطيبها خليتها هي اللي خراف الطياب وصافيك تكون هنا يا لاتو موند ديالي قربات سالي كان هذا هو اخر حاجة خدمتها في لاتو موند كيف ماشي معايا البنات طريقة كيفاش نضمت وقتي كيفاش خدمت كل حاجة في بلاستها باش هكذا نربح الوقت وما نرهق شراسي بزاف وخيل ارهق كاين كاين لان كانت خدمة مزيرة شوية ولكن الحمد لله الحمد لله كيفما قلت لكم اهم حاجة انني نخدم الخدمة فوقتها وما نديرش الافوت مع الكليانات ديالي صافي المهمين اياه غادي ندخل المعلكة ديالي الفران طريقة ديال الطياب وكل شي غا تلقاه ان شاء الله في الفيديو اللي غا نحطوه لكم التحت في صندوق الوصف وغادي نتلقاهه باش نشوفوا الاشكال النهائية ديال البلاتويات ديالي هنا بصراحة كان العد العكسي الوقت قرب وانا كان خصني ما زال نستفل البلاتويات لانا تحتاشر البلاتوي باش تستفيرها ماشي سهلا غير تستفرخ ديالي واحد تقريبا واحد جوش سويع ديال الوقت باش تستفددوك تحتاشر البلاتويات كلهم كانوا هادو هما الاشكال النهائية ديال البلاتويات ديالي من بعد ما استفتهم كيفما كتشوفوا معايا سمحوا لي ما قدرت الشارك معاكم يعني الطريقة فيش كنت تستف مويم تستفرك يبقى ادواق كل وحدة كيفاش طريقة ديالها لكن شحال ما كانت تستفى زوينه شحال ما كيجي البلاتوي زوين واخد كون فيه حلوه غير عادية انه الشكل ديال البلاتوي هو هي يوجهك هي خدمتك يعني باش تكون خدمتك متقونا ضروري ما تكون تستفى انتي ولا كيفما كنقولو كيف ماشتوا معايا هادو هما الاشكال النهائية ديال الحلويات اللي خدمت معاكم بالنسبة البلاتو فكان عندي فيه كيلو و 80 غرام كيلو 89 غرام كيلو 90 غرام هاد شي ابر الوزن ديال البلاتوي يعني هاد كيلو 100 غرام او لا كيلو 80 غرام هاد غير الوزن ديال الحلوه بوحدها ثمان باش خرجتو خرجتو ب70 درهم البلاتوي يعني كان ثمان جد مناسب للي الحمد لله انا اخدت فيه البركة ديالي ومناسب حتى للكليان يتشجعوا يخدموه من عندكم من اللي كتكون هادو حد الكونتتيك كبيرة ما فيها باس اللي نقصوش فيه في التامل لان الربح كاين كاين الفيديو ديالي هنا غادي سالين اتمنى كنا لاعجبكم وما تنسونيش بلا لايك ديالكم نخليكم دابع الى فيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء